الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلهاء إلا الله الله أكبر الله أكبر النور من الأيون والحور ملك يميني الشيخ علي اليحيى حفظ الله تبارك وتعالى وإبراهيم ذكر لنا عن الشيخ الشنقيطي أمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان فيه اختبارات يسألونه الطلبة فيجيبهم يعلمهم بالامتحان يسألونه ما حكم هذه المسألة كذا هذا السؤال ما جوابه كذا يجيب أيام كان في الجامعة الإسلامية وكان مدير الجامعة في ذلك الوقت شيخ بليزنبالز رحمه الله تعالى فبعض الطلبة المجتهدين تضايقوا أن هذه الكسالة أقل منهم دراسة يعلمهم الشيخ فيقون ذهبوا إلى الشيخ ابن باز يشتكوا له قالوا أن الشيخ الشنقيطي يعلم الطلبة بالاختبار فالشيخ ابن باز كلمه والمشكلة أن الشنقيطي شيخ ابن باز فأكلم قال يا شيخ صاحبها الطلبة يقول تعلمهم بالاختبار على الأسئلة قال نعم قال لي ما قال سألوني فأخبرتهم قال تدري هذا اختبار وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سؤل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيام بالجام من النار قال لكن شيخ هذا اختبارها قال لي أن أدخل النار عشان اختباراتكم قال أدخل النار عشان اختباراتكم والله ليسألني أجيبها أنا ما لشغل فيك ولا أدخل النار لأجل اختباراتكم وشهاداتكم هذه التي لا أدني من أين حتى أنهم ذكروا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ما قال عندك شهادة قال عندي شهادة لا إله إلا الله والمختار محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه ذكر أنه له درس المسجد النبوي فسألوه كان درس عن شهادة الزور فقالوا له أو واحد وشهادة قال مثل ماذا شهادة زور قال مثل اللي تأخذونها في الجامعة شهادة الزور الشيخ يعطيك أو عالم أو كذا الدكتور أو كذا فالشاهد من هذا أنه كان يعلم الطلبة فقال له الشيخ ما أستطيع آخر شيء قال لي لا يراقب هذا الحل الوحيد لا يستطيعون أن يمنعوا من الكلام قال بس لا يراقب فعلى كل حال يعني الإنسان إذا سؤل حسب يعني إذا كان هناك من هو أعلم منه مثلا في المكان الذي هو فيه وقال أدبا أسألوا فلان ولا أجيب ما فيه بس أدبا وإذاك الصحابة رضي الله عن القصة المشهورة أن جاء رجل وسأل عبد الله بن عمر عن مسألة فأرشده إلى عبد الله بن عمر بن عاص قال اذهب إلى ذلك فسأله فذهب إلى عبد الله فسأله فأرسله إلى ابن عباس فذهب إلى عبد الله فأرشده إلى أبي هريرة وكل واحد يرسله يقول فإذا أجابك أخبرني ما قال فذهب إلى أبي هريرة فسأله فأجابه أبو هريرة ثم رجع إلى ابن عباس قال هو كما قال ورجع إلى ابن عمر فقال هو كما قال رجع إلى عبد الله بن عمر فقال هو كما قال فهذا ما فيه بس فهذا يكون الأدب مثلا لا يجيب لأنه يجد في المجلس من هو أعلم منه فأخيلوا إليه وهذه إحالة إلى مليء كما يقولون هذه لا بأث بها وحيكون للتأذيب وأذكر كان شيخنا بن عثيمير رحمه الله تبارك وتعالى أمر في الحرم فجاءه رجل وسأله عن مسأله فقال له الشيخ تعرفني تجي تسألتني تعرفني قال لا قال ليس تسألني قال شكلك شيخ قال شكلك شيخ يقول فقال له الشيخ شوف هناك مكتب الإفتاء في الحرم والمكتب عادة يعني ما فيه كبار فيه طلبة علم طيب قال هناك هذا مكتب الإفتاء اذهب وسألك ولم يجيبه هذا من باب التربية والتأذيب علمه الطريق أنه مو كل واحد تشوفه بالشارع تسأل والله شكلك شيخ وبتسأله ما هو صحي هذا من باب التأذيب والتأليف ما فيه باب وحيانا يكون الإجابة يعني تؤجل الإجابة لسبب معين حسب الظرف موجود لكم لا ينفع هذا الجوار طيب ومنها قول الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن شاء تبدأ لكم تسوءكم فهو يقدر الإنسان يقدر يعني ليس على كل حال يجيب بكل شيء وفي كل وقت ولكل أحب والأصل أن يجيب الأصل أن يجيب لكن إذا رأى من المصلحة أن لا يجيب أو لا يجيب هذا الشخص أو يقول ايتني بي شخص آخر أو يخشى أنه لا يفهم يعني صح طيب فما في منعني يمتنعي الإجابة يقدر هو يقدر النور من أعيوني والحور ملك يميني فنعيمها باقيم وليس بفاني